بمشاركة شعبية حاشدة نظم حزب شعب مصر مؤتمرا جماهريا بمدينة البنيلة بمحافظة سوهاج لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة شارك في المؤتمر مختلف شرائح المواطنين بمحافظة سوهاج والذين أعربوا عن دعمهم التام للمرشح عبدالفتاح السيسي لما قدمه لمصر وللمصريين من إنجازات على المستوى الإقليمي والمحلية وما شهدته محافظات مصر بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة من مشروعات أحدثت طفرة على جميع المستويات حشد كبير نتحرك به نحو دعم القيادة السياسية في الانتخابات القادمة ليس بجديد على حزب شعب مصر التحرك في هذه الدائرة والمشاركة في الاستحقاق الأول الخاص برئاسة الجمهورية والانتخابات فنحن تحركنا من وسط من الدلتة والآن في قلب الصعيد ونستكمل حتى آخر أيام الانتخابات والتصويت الانتخابي نحن مصرين ندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال للإنجازات واستمرار في دعمه دعمه عشان يعني احنا اول مرة نلاقي في صعيد مصر اهتمام اول رئيس يهتم بصعيد مصر عمل محاول رئيسية عمل سلسلة طرق على أعلى مستوى فاحنا كلنا بندعم السيد الرئيس لاستكمال الإنجازات واستقرار المنطقة العربية بالكامل دايما حزب شعب مصر بيأكد دوره لدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من بداية نشئته ثم حتى المرحلة بتاعة فترة بعد التأسيس نهاردة عرص مهم جدا ويدعم للكيادة السياسية بشأن ولاية رئيسية جديدة ولكن الأهم من ده فكرة ازاي التنمية الاقتصادية تبقى موجودة في الكرة والأرياف ازاي يكون لحزب شعب مصر والولاية الجديدة يكون دور خاصة حديدا بمراكز أهلنا في محافظ السواكس وانكان مركز البلاينا وغيره احنا كل مؤتمراتنا الجماهيرية لدعم سيادة الرئيس بداية من اشهارنا 21 ستة بنفتتح المقرات وبنعمل مؤتمر لدعم سيادة الرئيس سيادة الرئيس حزب شعب مصر يضاف لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول حزب يتم اشهاره من عشر سنين في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رصيد ودفق ليه في وقت المكان وبيقولوا ما فيش أحزاب ما فيش ديمقراطية حزب شعب مصر أخص الألصنة وان شاء الله بإذن الله عن دعم الرئيس ونقف وراه ونقف ظهره وانسانده استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسماعيلية وفدا من شباب الإسماعيلية وممثل الاتحادات الطلبية وذلك بمقر الحملة الرئيسي بالمحافظة خلال اللقاء أكدت تهيئة مكتب الحملة على أهمية التواصل مع كافة فئة المجتمع مشيرين إلى أن الحملة تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة لكل المصريين كما تم التأكيد على أن المرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي على مدار التسع سنوات الماضية له العديد من الإنجازات في البنية الأساسية وإعادة بناء المؤسسات وعملية التنمية الشاملة وخلق وظائف جديدة اللقاء جاء في ضوء توجه الحملة باستقبال كل فئات المجتمع وخاصة منهم الشباب والمرأة وقدرنا خلال اللقاء أننا نستعرض رؤية الحملة بشكل كبير كونها حملة جامعة لكل المصريين وحملة مرنة تعتمد على التشارك بين كل أطياف المجتمع كمان قدرنا خلال اللقاء بإدارة نقاش مفتوح مع الطلبة المشاركين والشباب المشاركين طلقنا استفساراتهم وأسئلاتهم حول مختلف القضايا اللي بتشغل تفكيرهم كشباب وتمكننا أننا نتحور معهم والرد على كل ما يتعلق بالأراء أو القضايا اللي بتشغل تفكيرهم خلال الفترات اللي فاتت احنا عندنا استحقاق قادم كمان بعد بضعة أيام وبننتظر مشاركة شبابية كبيرة إن شاء الله كمان شمل اللقاء كجزء منه والتعريف بالدور المصري في دعم القضايا الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر حتى الآن ودور مصري في فتح المعبر وكل تقديم المساعدات التي توفرت حتى الآن الحملة بنحاول بشكل كبير إن احنا نعزل ثقافة المشاركة ونعزل ثقافة الحوار وفكرة النزول لإبداء الرأي بشكل عام من ضمن اللقاءات اللي عجبتني أو المسمرة اللي إن احنا التقينا بمجموعة من الشباب علشان نوعيهم ونعرفهم يدورهم في المرحلة المقبلة في الانتخابات القادمة والانستحقاق القادم هو استحقاق انتخابات الرئاسة الجمهورية اللي هو هيكون محطة أنزار العالم كله فيجب لأن كل مواطن مصري كل دور في هذا النهام ده شبحنا لهم الدور مصر في القضية الفلسطينية ودور سيادة الرئيس في حل هذه القضية وتعاونوا مع أهلنا في غزة بدخول المساعدات اللازمة لأهلنا في غزة من أدوية وأغزية وطاقة وخلافه